السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في الدرس الثاني من علم اللغة وهو درس العدد والذي سنرى فيه تعريف العدد الخطاط الأولى العدد لفظا الخطاط التانية العدد وصفا الخطاط التالتة العدد تذكيره وتأنيته ثم سنرى بعد ذلك الخطاط الرابعة حالة المعدود ثم تمارين تطبيقية تعريف العدد إذن العدد لفظ مبهم لا تتحدد دلالته إلا بمعدوده لا نعرف المقصود من العدد إلا بمعدوده مثلا جاء عشرون فعشرون هذا هو العدد وإذا توقفنا في عشرون في هذه الجملة سيكون العدد ليس له أي معنى لكن عندما نقول تلميذا فنقول قد حددنا العدد قد حددنا العدد إذا العدد هو عشرون أما تلميذا فهو المعدود هو المحسوب إذن هذا هو المقصود بأن العدد ليس له معنى وأن المعدود هو الذي يحدد معنى العدد وبهذا نكون قد وصلنا إلى الخطاط الأولى إذن الخطاط الأولى سنرى فيها العدد لفظا تركيبيا العدد لفظا بمعنى من كم يتكون العدد من كلمة إذن يمكن أن ننطق بكلمة واحدة في العدد إذن العدد ويسمى بالعدد المفرد إذن العدد المفرد إذن لفظة واحدة كأن نقول واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر مئة مئتان ألف ألفين أو ألفان مليون مليونين مئتين إلى غير ذلك إذن هذا هو الذي يسمى بالعدد المفرد يتكون من كلمة واحدة نذكر كلمة واحدة وهناك نوع آخر من العدد من حيث اللفظ وهو العدد المركب تركيبا مسجيا يتركب من جزئين بواسطة الدمج كأحد عشر اثنى عشر تلاتة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تسعة عشر إذن هذا هو العدد المركب تركيبا مسجيا وهناك نوع آخر من العدد من حيث اللفظ وهو العدد المعطوف العدد المعطوف هو الذي يربط بين الجزئين رابط العطف الواو وهو الذي يحتوي على حرف العطف الواو هذا هو العدد المعطوف كواحد وعشرين تلاتة وخمسين إذن هذا هو الذي يسمى بالعدد المعطوف هناك نوع آخر من الأعدد وهي يمكن أن وهي تدخل في الأعدد المفردة بمعنى أننا نذكر كلمة واحدة إلا أننا جعلنا في خانتها بمفردها لأن لديها أسماء اسم اسمها ألفاظ العقود ألفاظ العقود التي هي عشرون تلاتون أربعون خمسون ستون سبعون تمانون تسعون إذن هذه ألفاظ العقود إذن قمنا خلال هذه الخطاطة بتقسم الأعدد حسب لفظ حسب اللفظ حسب عدد الكلمات التي نتلفظ بها الخطاطة الثانية والتي سنرى فيها العدد الوصفي بمعنى من ناحية الدلالة العدد الوصفي الدلالي إذن سنرى دلالة الأعدد العدد وصفا دلاليا وينقسم إلى كمي بمعنى يبين كمية شيء ومقدر شيء يدل على مقدر وكمية المعدود ويأتي العدد الكمي بعد المعدود دائما يجب أن يكون بعد المعدود بعد المعدود إجابة مثلا عن السؤال كمي بتاع أحمد ابتع حاسوبا واحدا ابتع حاسوبا واحدا وقلمين اثنين ابتع مصطرة واحدة وطاولتين اثنتين إذن هنا العدد يدل على الكمية هناك نوع آخر من الأعدد وهو الترتيب يدل على الرتبة يدل على رتبة المعدود فاطمة أولى المتسابقة أحمد تاني الفائزين مراحضة الأوزن أفعل فعل الأفعل الفعل فاعل فاعل فاعلة هي التي تكون بالغالب مع هذا النوع من الأعدد من ناحية الدلالة وهو العدد الترتيبي سنرى أمر آخر وهو إعراب يغرب العدد حسب موقعي في الجملة إذا جاء قبل المعدود مثلا قرأ خامسة صفحة إذن قرأ خامسة صفحة هنا لدينا العدد هو خامسة وهو مفعول به قرأ فعل والفاعل ضمر مستدر تقدره هو خامسة مفعول به صفحة وهو مضاف صفحة مضاف إليه إذن ها أنتم تلاحظون أن العدد قد سبق المعدود المحسوب الذي وصفها وخامسة مفعول به منصوب ويعرب العدد نعتا يعرب العدد نعتا إذا جاء بعد المعدود إذا جاء بعد المعدود مثلا قرأت الصفحة الخامسة إذن هنا قرأت فعل وفاعل الصفحة انفعل به الخامسة نعت إذن وصفنا أن هذه الصفحة هي الخامسة أما العدد إثنان فيعرب إعرب المتنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء مثل ما نجد في الخامسة الأولى في العدد الكمي قلنا وابتاع قلمين إثنين قلمين نفعول به إثنين نعت تبع قلمين في في النصب والتي هي لياء بمعنى أن المتنى ينصب بالحرف ويرفع ويجر لديه إعرب بالحرف يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وكذلك طاولتين إثنتين طاولتين إثنتين مثل ما تلاحظون في خانة العدد الكمي طاولتين إثنتين إذن طاولتين مفعول به منصب بالياء لأنه متنى واثنتين نعت تابع لطاولة في حركة إعرابه وحركة الإعراب لديهما معا وهي اليا لأنه لأنهما متنى إذن نعود إلى خانة إعراب العدد إذن وصلنا إلى أن العدد يأتي في الآخر عندما يأتي العدد في الآخر بعد المعدد يُعراب نعتا إذن أما العدد إثنان فيعرب إعراب المتنى يرفع بالألف وينصب ويجر بليا أما الفاظ العقود فترفع بالوو وتنصب وتجر بليا الفاظ العقود التي سبق وقلنا التي هي عشرون ثلاثون أربعون خمسون سبعون ستون فهي ترفع بالوو مثلا جاء عشرون جاء عشرون إذن عشرون هنا فاعل مرفوع بالوو لأنه منحق بجمع المذكر السالم رأيت عشرين رأيت رأى الفعل والذي رأى هو أنا رأيت عشرين انفعل به منصب بليا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وسلمت على على عشرين عشرين هنا مجرور بي على وعلى ما تجره ليا لأنه ملحق بجمع مذكر السالم وبالتالي نستنتج أن الفاظ العقود ترفع بلوو وتنصب وتجر بليا وبالتالي فإعرابها هو نفسه إعراب جمع المذكر السالم هناك شيء آخر سنرى خطط أخرى وهي الخطط الثالثة الخطط الثالثة العدد تذكيره وتأنته سنرى من ناحية التذكير والتأنت سنقسم الأعدد من ناحية التذكير والتأنت إذن العدد وأول خانة لدينا وهي الأعدد التي تطابق المعدود في التذكير والتأنت الأعدد التي تطابق المعدود في التذكير والتأنت وهي واحد مثل ما تجدون ابتع حاسوبا واحدا لا يمكن أن نقول ابتع حاسوبا وحيدا واحدا والعدد اثنان كذلك لأنه يأتي في النهاية لا يمكن أن نقول ابتع اثنين قلم لا ابتع قلمين اثنين وبالتالي فهو يطابقه في التذكير وكذلك العدد احد عشر مثل ما تجدون في صورة يوسف اني رأيت احد عشر كوكبا كوكب مذكر احد مذكر عشر مذكر واثنى عشر كذلك اذا الجمل التي سقطت عليكم هي ابتع حاسوبا واحدا واحدا تبع المعدود الذي هو حاسوبا في التذكير ومسطرة واحدة اذا كما تلاحظون قد وضعت بلون مغير تاء المربوطة تأنت المربوطة اذا مصطرة واحدة تبع العدد المعدود في التأنيث ابتع قلمين اثنين اذا العدد الذي هو اثنين تبع المعدود الذي هو قلمين في التذكير لو كان لو تبع في التأنيث لقنا اثنتين مثلا مصطرتين اثنتين لا اضفنا تلك التأم مثل ما سنلاحظ هنا بالنسبة لطاولتين طاولتين اثنتين اذا كما تلاحظون اننا قد وضعنا التأ التي تدل على التأنيث بلون مغاير وبالتالي اثنتين تبعت طاولتين في التأنيث رأيت احد عشر كوكبا مثل ما قال يوسف عليه السلام و اثني عشر نجما اذا كوكب مذكر وبالتالي احد مذكر عشر مذكر نجما مذكر اثني مذكر وعشرة مذكر قرأت احدى عشرة قصة قصة مؤنت احدى مؤنت وعلامة التأنيث هي الالف المقصورة عشرة التأ تأنيث هي الدل على التأنيث هنا التي تبعت قصة ولا ننسو ان عشرة وضعنا فيها السكون لماذا لان العدد عشرة شيل عشرة تكون ساكنة مع المعدود المؤنت واثنتين عشرة مجلة اذا هنا تطابق في التأنيث مجلة المؤنت عشرة مؤنت وشيل عشرة هنا ساكنة كذلك واثنتين تأ للتأنيث وبهذا نكون قد وصلنا الى نوع اخر من الاعداد وهي الاعداد التي تخالف التخالف الاعداد التي تخالف وهي الاعداد من ثلاثة الى عشرة الاعداد من ثلاثة الى عشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث نقول مثلا جاء ثلاثة اولاد ولماذا قلت ثلاثة لانه فاعل جاء ثلاثة اولاد اولاد المضاف اليه واربع بنات أربع لأنه فايل وأربع بنات لماذا قلنا هنا أربع ولم نقل أربعة لأن بنات مؤنت إذن بنات مؤنت أربع مذكر أولاد مذكر ثلاثة مؤنت مثال آخر رأيت عشر مدن لماذا جعلنا في الشين هنا السكون لأن مدن هي مؤنت دائما العدد الجمع نعيده إلى المفرد إذن فنجد مدن مدينة إذن مدينة هي مؤنت وبالتالي فعشرة يجب أن تكون مذكر وشين هنا ساكنة كما سبق وقل لأن المعدد الذي هو مدينة هو مؤنت شين العشرة تكون مفتوحة مع المعدد المذكر وساكنة مع المعدد المؤنت وبهذا نكون قد وصلنا وهي الأعداد التي الأول الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يطابق وهي الأعداد من 13 إلى 19 الأعداد 13 14 15 16 17 18 19 هذه الأعداد الجزء الأول يخالف مثل ما سبق ورأينا في التخالف أصلا رأينا في التخالف أن الأعداد من 3 إلى 9 كذلك فهي تخالف المعدد والعداد 10 فهو يطابق مثلا سلمت على 18 ضيفا وهنا نجد أن ضيفا ضيفا هذا مذكر و8 يجب أن تكون أن تخالفه لذلك وضعنا التأ تأنيت المربوطة أما 10 فلا توجد فيها تأ لأن هذا الجزء التأنيف هو يطابق وشي العشرة فيها الفتحة لأن المعدد مذكر نوع آخر من الأعداد حسب التذكير والتأنيف وهي الأعداد المحايدة الحياد الحياد لا يهمها إن كان المعدد مذكر أو مؤنت يتلزم صورة واحدة تأخذ صورة واحدة مع المعدد المذكر والمؤنت وهي الأعداد 100 ألف مليون مليار ألف عقود التي هي 23456789 مثلا جاء مئة أولاد ومئة بنات جاء 20 أولاد و20 بنات جاء مليار أو مليون أولاد ومليون بنات محايدة تأخذ صورة واحدة سواء أكان المعدد المذكر أو مؤنت ننتقل الآن إلى خططة أخرى الخططة الرابعة حالات المعدد إذن رأينا في الخططة السابقة حالات العدد الآن سنرى حالات المعدد يكون المعدد جمعا مجرورا بالإضافة مع الأعداد من 3 إلى 10 مثلا أمتلك عشرة كتب إذن كتب هو جمع ومجرور بالإضافة في القسم 10 طالبات لماذا لماذا قلنا عشر هنا ووضعنا الضم لأنه مبتدأ مؤخر وبمعنى الأصل عشر طالبات في القسم هناك نوع آخر من الإعراب بالنسبة له المعدد وهو يكون مفرد منصوب مفردا منصوب مع الأعدد من 11 إلى 9 رأيت 11 كوكبا في القسم 3 عشرة طالبة إذن طالبة مؤنة 3 مذكر طالبة مؤنة عشرة مؤنة كذلك لأنه يطابق وشي العشرة ساكن لأن المعدد مؤنة لدينا نوع آخر من الإعراب وهو أن يكون المعدد مفردا مجرور بالإضافة مفرد مجرور بالإضافة وتكون مع الأعدد 100 ألف مليون مليار ألف العقود مثلا شارك في المسابقة 100 مشارك إذن هنا المعدد مشارك مفرد ومجرور بالإضافة ومشاركة وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر شيء في هذا الدرس وهو تمارين تطبيقية أسئلة وحلول والسؤال الذي يقول حول الأعداد من صورتها الرقمية إلى صورتها الحرفية في الجمل التالية إذن الجملة الأولى تقول أنا ثم وضعنا العدد واحد بين قوسين وتلي المتسابقين إذن ماذا سنقول خمنوا معي أنا واحد المتسابقين إذن هنا سيكون الرتبة أنا أول المتسابقين ولماذا قلنا أول لأنه خبر إذن أنا مبتدأ أول خبر وهو مضاف المتسابقين مضاف إليه إذن الجواب كما تلاحظون أنا أول المتسابقين العدد مفرد بمعنى كلمة واحدة مرفوع لأنه خبر وهو عدد ترتيبي مذكر لأننا قلنا المتسابقين ولم نقول المتسابقات المتسابقين لو كانت البنت التي تتحدث ستتقول أنا أولى المتسابقين أو أنا أولى المتسابقات في الجملة الثانية نجد في السنة ونضع 12 شهرا في السنة 12 شهرا إذن دائما لاحظوا معي أعزائي التلاميذ إذا بدأنا بشبه جملة في البداية عليكم أن تتأكدوا أن العدد 12 هو مبتدأ بمعنى الأصل أن نقول 12 شهرا في السنة وبالتالي أول شيء نلاحظه بالنسبة لي هذه الجمل سنبدأ وسنرى من ناحية تذكر والتأني ثم سنرى بعد ذلك الإعراب إذن شهرا شهر هذا مذكر والعدد 12 حسب ما رأينا أنه يطابق وبالتالي ف 12 يجب أن يطابق شهرا في التذكير لأن شهر مذكر أما من ناحية الإعراب فقلت لكم أن العدد 2 يجب أن يكون مرفوع لأنه مبتدأ مرفوع لأنه مبتدأ ويجب أن يرفع بالألف وجواب في السنة 12 شهرا في السنة 12 شهرا إذن 2 مبتدأ مرفوع بالألف لأنه متنى وعشرة يبدن المحدوف من 2 شهرا تميز تميز عدد شهر مذكر 2 مذكر 10 مذكر وبالتالي العدد مركب مزجي جاء مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى وهو كمي يطابق المعدود في التذكير معدوده مفرد الذي هو شهر مفرد منصوب لدينا جملة أخرى والجملة تقول ربحت ثم لدينا بين قوسين 123 درهام درهام هذا مذكر وبالتالي علينا أن نبدأ بأول شيء تذكر والتأنت هنا لدينا 123 وأنتم أعزائي التلاميذ في سعة من أمركم ممكن أن تبدأوا من اليمين فتقول 23 بعد المئة أو 100 ويمكن أن تبدأوا من الشمال فتقول 123 درهام المهم أن ربحت جواب وهو ربحت 23 بعد المئة درهام لأننا في اللغة العربية نبدأ من اليمين إلى الشمال ففي هذه الحالة بدأت من اليمين إلى الشمال ربحت 3 لماذا 3 لماذا الفتحة لأنه مفعل به ربحت 3 ولماذا هو فيه تأنت لأن الدرهام المذكر الواو والعطف بمعنى أن عشرين قد تبعت 3 في النصب وعشرين منصوب بماذا بدياء لأنه ملحق بجمع المذكر سالم بعد هذا ضرف المئة مجرور مضاف إليه مجرور 100 مضاف إليه مجرور وهو كما سبق وقلنا أنه محايد لا يهمه إن كان هو وعشرين الذي هو من الفض عقد لا يهمه إن كان المعدود مذكرا أم مؤنة 23 مركب معطوف الجزء الأول يعرب مفعولا به منصوبا يخالف المعدود في تذكير في حين الجزء الثاني فيعرب إسما معطوفا تابعا للمعطوف عليه في النصب الذي إذا النصب لدينا في عشرين الياء وهو منصوب بلياء لأنه ملحق بإعراب جمع المذكر الثاني وهو من الفاظ العقود محايد هو العدد 100 المئة عدد مفرد أجرور بالضرف بعده وهو محايد ملاحظة العدد المتن يرفع بالألف جاء ولدان إثنان وينصب ويجر بلياء رأيت ولدين إثنين هذا في حالة النصب يعني ولدين ينفعل به إثنين نعت سلمت على ولدين إثنين سلمت على على حرف جر ولدين اسم مجرور إثنين نعت التابع لمنعوته في حركة إعرابه التي يرجر بلياء الفاظ العقود عشرون تلاتون مثلا فتعرب إعراب جمع المذكر السالم فترفع بالواو جاء عشرون أستاذا عشرون لواو وتنصب وتجر بلياء إذن في حالة النصب رأيت عشرين عشرين نفعل بمنصوب بلياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم سلمت على عشرين على حرف جر عشرين اسم جر بلياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته